في 2019 أصبح فيلم Avengers Endgame هو أعلى فيلم في تاريخ إرادات السينما بـ 2 مليار و 800 مليون دولار قبلها بخمس سنين بالزبط بقى في إبريل 2014 كان متوسط الفرق بين النتيجة الفعلية لمباريات البريمير ليج والنتيجة اللي راهن عليها الناس في مكاتب المراهنات قبل المباراة حوالي نص درجة أو 5 من 10 الحدثين دول مرتبطين ببعض مثال في 2014 أوليفر بيج أحد محلل الداتا في ستاتس بومب سأل سؤال مهم جدا عن البريمير ليج سؤال مسؤولي ومشاهدي ومدير البريمير ليج عادة بيتهربوا منه هو قد إيه البريمير ليج غير قابل للتوقع طبعا قبل ما بيج يحاول يجاوب على السؤال ده كان فيه سؤال تاني أهم واحنا احنا اصلا نقدر نقيس حاجة زي كده هنجيب الداتا منين اصلا وحتى لو جبناها فازاي هنقدر نفرق بين توقعات الناس وأمانيهم ناس كتير جدا ما بتقدرش تفرق بين الاثنين اصلا وعلى قد ما المشكلة كانت مع قادة كان الحالة بسيط مكاتب المراهنات هي المكان الوحيد اللي عنده الداتا محترمة يعتمد عليها وبيضمن درجة كبيرة من الجدية في توقعات الناس تجبرهم يفرقوا بين اللي هم متوقعين ويحصل وبين اللي عايزين ويحصل بالاضافة بقى لان بزنس المراهنات ده بزنس ضخم جدا وبيشارك فيه عدد كبير جدا من الناس في كل حتة في أوروبا بالتالي انتشاره اوسع من اي دراسة اوسع تطلع رأي ممكن تعمله في اي حتة بناءا عليه بقى بيتج قرر ان معيار التجربة بتاعته هيكون الفرق بين توقعات المراهنين وبين النتيجة الفعلية وعشان يحدد الفرق ده بقى ما بين توقعات المراهنين وبين النتيجة الفعلية قرر يستخدم طريقة اسمها البينامينال ديفينز يعني ايه يعني قالك تقييم النتيجة الفعلية هيكون على مقياس من صفر لوحد صفر لو الفريق الضيف هو اللي فاز واحد لو فريق صاحب الارض هو اللي فاز ونص لو المباراة انتهت بالتعادل لا مش ده النص اللي قلناه في الاول ده لسه يجي بعدين طب ازاي بنحسبها بقى مثال مباراة ليفربول وتوتنام 30 مارس 2014 متوسط احتمالات فوز ليفربول اللي هو صاحب الارض تبقى لمكاتب المراهنات هي 45% فوز توتنام 1976 من مية اتعادل 645 من مية هتاخد الارقام دي كلها بقى واتنسبها للمقياس بتاع الصفر والواحد وبما ان الواحد دي بتعتبر هي فوز فريق صاحب الارض اللي هو ليفربول يبقى اذا احتملات فوز ليفربول بالمباراة دي تبقى للمراهنات هي 75 من مية اللي هي رقم قريب من الواحد اللي هو فوز ليفربول اللي هو الناس رهنت عليه وده اللي حصل فعلا ليفربول فاز بالتالي الفرق بين التوقع والحقيقة كان قليل دي الطريقة اللي اعتمد عليها بيتش وباستخدام موقع فوتبول داتا ابتدى يتكرر نفس الشكل مع كل مباريات لتوريات الأوروبية في موسم 2013-2014 واطلع له المشهد اللي قدامك ده واللي لو ركزت فيه هتكتشف حاجتين الاولى ان البريمير ليج في موسم 2013-2014 رغم انه كان موسم اتحسن في اخر لحظة الا انه كان ثالث اكتر الدوريات قابلية للتوقع في القائمة كلها بعد الدوري اليوناني والدرجة التانية من الدوري اسكوتلندي الحاجة التانية بقى انه اصلا الفرق بين اخر دوري واول دوري في القائمة دي ما كانش كبير خالص اقل الدوريات قابلية للتوقع اللي هو الدرجة التانية من البولنزليجا كان عند السبعة من عشر بينما اكترهم قابلية للتوقع اللي هو الدوري اليوناني كان اقل من ستة من عشر بحاجة بسيطة مفاجأة كبيرة طبعا خاصة بقى ان السلوجن اللي بيتباع به بريمير ليج دايما هو انه الدوري اللي ممكن يحصل فيه اي حاجة اي حد يكسب اي حد اي حد يكسب الدوري نفسه فازاي دي ممكن تكون النتيجة اول تفسير هو اللي احنا لسه قيلينه دلوقتي اي حد يكسب الدوري نفسه اولا لانه ده مش صحيح وعدد الفرق اللي كسبت البريمير ليج وما كانتش مرشحة في اخر 20-30 سنة مثلا لهم ليستر و بلاك بيرن وليدز ما هواش عدد اكبر من باقي الدوريات خالص يعني بل في بعض الاحيان اقل تانيا بقى مدى قدرة المراهنين على توقع الفائز بالدوري ما هواش اهم حاجة بالنسبة للمراهنين بل بالنسبة للغالبية العظمى من اللي بيرهنوا على مباريات الدوري ده ما هياش حاجة مهمة اساسا يعني مثلا مشجع بلاك بيرن او ايفرتون او لستر او وست هام او وست بروم او استون فيلي او نورويتش ما هواش مهتم بمين هياخد الدوري هو مهتم بمباريات فريقه اللي هو عارفه واللي بيحصل فيها وهو ده اللي هو حيراهن عليه وده يوديك للتفسير التاني البريمير ليج للمفاجأة يعني كان اكتر قابلية للتوقع من البوندزليجا لان سباق اللقب نفسه اللي هو فعليه مش سباق في ألمانيا ما كانش مهمة ومن هنا بقى تكتشف ان باقي مباريات البوندزليجا اللي بيرن مش طرف فيها كان اصعب انك تتوقع نتيجتها من المباريات اللي زيها في البريمير ليج بالتالي حتى لو كان سباق اللقب نفسه غير قابل للتوقع اوي زي ما كان حاصل في موسم 2013-2014 في البريمير ليج واللي هو يعني كان سباق لقب استثنائي ولو انت فكرت في الكم سنة اللي قبلها والكم سنة اللي بعدها تكتشف نوع الشيء نادر الحدوث جدا فباقية المباريات في البريمير ليج ما زالت اكتر قابلية للتوقع من غيرها لاحظ انه في الموسم ده 2013-2014 التوب فور مجتمعين خسروا اربع مباريات بس على ارضهم بل ان لنسبة فوز الكبار ايا كان بقى مين انت بتعتبرهم الكبار دول من 2014 لحد اللحظة اللي احنا فيها دي فضلت تزيد يعني انت لو سبتك بقى من المراهنين بتاع اوروبا اللي كل واحد بيرهن على فرقته اللي بيشجعها وفكرت فينا احنا كمشجعين بره اوروبا اللي كلنا بنشجع الفرق الكبيرة اللي مبارياتها بتزداد قابلية للتوقع مع الوقت هتلاقي نفسك بتسأل احنا بنتفرج ليه مدام كده كده النتيجة متوقعة في اغلب المباراة وازاي اصلا عقود البث للبريمير ليج بتاعد دلوقتي بتساوي ضعف ايمتها تقريبا في 2014 وده بيحصل رغم ان البريمير ليج نفسه مفاجآته عملت اللي مع الزمن ازاي ده بيحصل والاجابة يا صديقي من ابسط ما يمكن حضرتك وانا واغلب الناس اللي بتتفرج على كورة سواء جوة اوروبا او براها ما بندورش على المفاجآت ما بندورش على مخالفة التوقع بل في الحقيقة احنا كلنا بندور على العكس ألفة التعود الروتين في مايو 2015 كتب بارني روني في الجارديان بيقول ان اللحزة دي اللحزة اللي هو كتب فيها المقال قد تكون اكتر لحظة مملة في تاريخ انجلترا الكروي الحديث شالسي خلص الدوري قابليها بتلات اسابيع فرق انجلترا كلها خرجت من الشامبينز ليب وقبل ما روني يكتب مقاله باسابيع في مارس 2015 The International Journal of the Economics of Business نشر بحث مهم جدا لاثنين باحثين من جامعة ليفروت دكتور روب سيمونز ودكتور باباتوندي بورايمو البحث ده كان مهم لانه بيسأل هو ايه اللي بيخلي المشاهدين الانجليز يتفرجوا على المباريات عدم قابليتها للتوقع ولا السوبرستارز اللي بيلعبوا في الفرق سيمونز وبورايمو استخدموا عينة ضخمة جدا من المباريات تشمل كل المباريات اللي تلعبت في البريمير ليج ما بين موسم 2001 لموسم 2007-2008 واللي وقفهم عند 2008 كان ان شبكة سكاي رفضت تديهم ارقام المواسم اللي بعدها وبتدوا بقى يحددوا العوامل المهمة اللي ممكن تخلي كل مباراة من دول مثيرة او مملة من وجه نظر الجمهور رواتب الفريق مثلا وعدد النجوم فيه قد ايه الفريق ده كان في فورما كويسة وقت لعب المباراة دي كمان احتمالات المراهنات قبل كل مباراة زي ما استخدمها أوليفر بيتش المباراة دي كانت ديربي ولا مباراة عادية بل وحتى توقيت المباراة كانت في نص الأسبوع ولا في نهايته واكتشفوا ان فيه تغيير جذري حصل في نوعية جمهور بريمير ليج في الفترة دي ما بين 2000 ل2008 يعني مثلا لغاية موسم 2002-2003 كانت صعوب التوقع نتيجة المباراة عامل مهم جدا في زيادة عدد المشاهدين للمباراة دي بس في آخر موسم في الدراسة 2007-2008 كان ده ما بيفرقش اكتشفوا كمان انه في نفس الفترة كل ما زادت فاتورة رواتب الفريق واللي هو مؤشر على زيادة عدد النجوم في أغلب الحالات يعني كل ما عدد مشاهدي هزي الفريق زاده والخلاصة اللي وصلها سيمونز وبرائمو هي ان الفكرة المستقرة عن انه الإثارة والمفاجئات هي سبب مشاهدة العالم كله وانجلترا للدوري الإنجليزي الفكرة دي تم استبدالها بفكرة مختلفة الأهم منها بقتر فيها اللي بيقدمه النجوم الكبار في المباراة حتى لو كانت مباراة بين فريق قوي وفريق ضعيف ونتجتها محسومة من قبل ما تتلعب نفس الفكرة اضطرحت في إيطاليا في 2017 هل احنا كدوري محتاجين قوانين أكتر فيما يخص المرتبات وسقف المرتبات وسقف التعاقدات والإنفاق عليها عشان يبقى الدوري فيه تنافسية أكبر من كده والإجابة جات من بحث تاني مهم نشروا The Journal of Sports Economics لثلاث باحثين إيطاليين مستقلين ودول بقى بدأوا مع السيريا من آخر حتى وصل لها سيمونز وبرايمو يعني بدأوا يحللوا المباراة من 2008 لحد 2015 ووصلوا لنتائج مشابهة جدا واحد كون الفريقين مستواهم متقارب وبالتالي نتيجة المباراة الصعبة تتوقع ده ما بيفرقش فعدد المشاهدات وسواء بقى كنت مشجع متعصب للدوري الإيطالي أو لا فزيادة التنافسية في الدوري ده مش هتخليك تتفرج أكتر واثنين بقى بناء على كل اللي فات ده محاولة جعل الدوري أكتر تنافسية بقوانين جديدة تحد شوية من أنفاق الأندية الكبيرة وبالتالي تغضبها وتحمل غضبها ده عشان نخلي الدوري أكتر تنافسية وبالتالي نجيب عقود بث أكبر مش هتنجح في نفس السنة بقى 2017 The International Journal of Sports Finance ده واحد غير الاتنين اللي فاتوا نشر بحث مهم لثلاث أسادزة في الاقتصاد في جامعة أوفييدو في إسبانيا بيأكدوا نفس الكلام بعدما درسوا مشاهدات اللي يجا في الأربع مواسم ما بين 2008-2009 ل2011-2012 قالوا فيه برضو أنهم ملقوش أي دليل على أن تقارب مستوى الفريقين قبل المباراة وصعوب الطاقة والنتيجة بيجيب مشاهدات أكبر ما عدا لو واحد من أطراف المباراة دي هو ريال مدريد أو برشلونة اللي هما بالفعل كانوا مدججين بالنجوم في الفترة دي وهو ده السبب الرئيسي في زيادة المشاهدات كده معانا إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والسؤال ليه التغيير ده حصل؟ وطبعا فيه إجابات كتير محتاجة بتاع 9 حلقات عشان نغطيها لكن لو حوالنا نختصر يعني فاحد أكتشف أن حاجات كتير منها هي بديهية دي المفاجأة الإنترنت مثلا وزيادة الفردانية أو الانديفيديولزم في المجتمعات الغربية والشرقية خلاص ما بقاش في حاجة اسمها فيه تلفزيون واحد في البيت ورب الأسرة أو الأم هي اللي بتحدد إحنا بنتفرج على إيه؟ زي ما هجيل التمنيهات مثلا كم يتعودوا هو صغير؟ لا كل واحد دلوقتي بيتفرج من تلفونه أو من التلفزيون اللي فقطه أو من التابلت فبالتالي الشباب الصغير هم أكتر استقلالا وبيكونوا رقم كبير في المشاهدات الفانتازي اللي هي شيء ملوش أي علاقة ببكورة لكنه بيروج للنجوم نفسهم وبيجبرك تحايد انتمائك وأسباب تانية كتير أكيد أنت بتفكر فيها دلوقتي لكن السبب الأهم من وجهة نظري هو أن فيلم أفينجرز أند جيم كان الأعلى في تاريخ إرادات السينما في 2019 بـ 2 مليار و 800 مليون دولار إزاي؟ فاكر بحث أوليفر بيج اللي ابتدينا به الحلقة كان فيه تفسير تاني مهم للنتائج اللي هو وصل لها واللي أنا وإنت ممكن نشوفها أنها مخالفة شوية للواقع اللي احنا بنعيشه التفسير ده هو أن طريقة البينامينال ديفيانس اللي هو استخدمها لحساب نتيجة المباراة واحد لفوز صاحب الأرض وصفر لفوز الضيف ونص للتعدل ما بتحسبش عدد الأهداف ما بتفرقش بين مباراة كسبها الفريق ده 6 و7 و8 صفر وبين مباراة كسبها 1 صفر أو 2 واحد وقبل آخر كام سنة اللي الوضع فيه ومتعكس وبقى النجوم والأرقام القياسية كلها في البريمير ليج والمعاناة كلها في الليجة فده كان الفرق اللي بشوفه أنا وإنت وناس كتير زينا ما بين الليجة والبريمير ليج وبيخلي بريمير ليج أكتر إثارة الفرق الأكبر ما كانش أن المباراة نتيجتها متوقعة ولا لأ ولا أن فيه فريق مفاجئ حياخد الدوري ولا لأ لأن زي ما قلتلك عدد الفرق المفاجئة الأندر دوكز اللي خدوا ألخاب الدوري في أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وحتى ألمانيا قريب جدا في آخر 20-30 سنة ما كانش بريم ليج هو الأقل لكن الفرب اللي كان بيهمنا هو السردية الحكاية الفيلم مدام كده كده أغلب النتائج المتوقعة في إنجلترا وإيطاليا وأسبانيا ومدام كده كده أنا كمشجع نوعيتي اتغيرت ما للمشجع القديم اللي عايز خناقة ما يعرفش هتخلص على إيه للمشجع الجديد الصغير اللي عايز مجسب مضمون ونجوم يمتعوه يبقى الفرق الوحيد الباقي هيكون في الطريقة اللي هتوصل بيها للنتيج المتوقعة وده بقى اللي كان بريمير ليج بيقدمه لحد وقت قريب انت حتشوف فيلم فيه مجموعة من الأبطال وانت عارف نهايته لكن انت مش بتتفرج عشان تعرف البطل حيكسب ولا لأ انت بتتفرج عشان تشوف إزاي حيكسب الصعوبات اللي حتقابله لكن هل هو حيكسب؟ حيكسب طبعا انت متأكد من ده زي ما كان مشاهدي Avengers Endgame متأكدين من ده قبل ما يخشوا الفيلم لأول مرة ورغم كده كان الفيلم أعلى إرادات في تاريخ السينيكا ده هو نفس اللي أغلب مشاجه الكرة بيعملوه كل موسم تقريبا ببساطة لأنه إن كان فيه عنوان واحد ممكن نحطه لأي نشاط جماهيري دلوقتي سواء كان رياضي أو سياسي أو اجتماعي فهو Celebrity Worship عبادة المشاهير والمؤثرين ده النشاط اللي فرصوا بيتزيد مع تزايد النكم وتزايد الفرقات في الإمكانيات المادية بالنفس الفرق في نفس الدولة جيمس هوران أحد الأطباء النفسيين اللي شاركوا في البحث اللي سك مصطلح عبادة المشاهير ده في أول ألفية بيقول إن المشاهير والمؤثرين دايماً هيفضل لهم الجاذبية ده ببساطة لأنهم حل سريع سهل Quick fix لكل مشاكلك وأحباطاتك أشبه بالمخدرات على حد تعبيره إنك تصدق إن الحل عند الشخص واحد بس خاصة بقى لما تعرف إن جمهور أفلام السوبر هيروز وجمهور الكرة متشابهين شوية من حيث النمغرافية الاثنين أغلبهم ذكور والاثنين أغلبهم شباب ما بين 18 ل 29 سنة وطبعاً الاثنين مهوسين بالأفراد الخارقين على حساب الفريق عشان كده أنت مش مهتم قوي إن المباراة تكون تنافسية أو صعبة لكن مهتم أكتر بعدد الأهداف والأسستات اللي حيسكلها النجمة بتاعك عشان تيجي آخر الموسم تقول إنه الأفضل أو الأعظم هو اللي عب المباراة في شوال هو اللي جاب الدوري أو دوري الأبطال ليه؟ وش معنى ده حصل في السنين الأخيرة تحديداً؟ ببساطة لإن السوشال ميديا بقت بتسمح بانتقال القوة الخارقة دي من النجم ده لك النجم ده هو اللي بيديك القدرة على إنك تقول حاجات زي الصياحة اكترب والتاريخ لا تذكر إلا نتائج ورقم الشكاوى ممارسات عمرها ما كانت بالانتشار والكسافة دي قبل السوشال ميديا خالص يعني النجم ده هو اللي بيخليك تحس بالقوة دي في مواجهة مشجعين الخصوم طول الموسم من وجهة نظرك على الأقل رغم إن القوة دي أنت فعلاً ما عملتش أي حاجة زيادة عن اللي عملها أي مشجع تاني عشان تستحقها مجرد إنك تفرجت على المباراة بس شوفك الحلقة الجاية السلام عليكم